بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمع الكريم نواصل معك الحديث في برنامج أضواء على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وفي هذه الحلقة نلقي الضوء على فوائد جليلة ذكرها في معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قال رحمه الله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظالون وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع مثل قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ومثل قوله تعالى وباءوا بغضب على غضب وقوله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وذكر آيات في هذا المعنى تدل على أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ظالون مستاقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمغايرين للمغضوب عليهم وللظالين كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه من الانحراف إلى هذين الطريقين وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتسلكنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هو حديث صحيح وكان السله يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر هو أمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك وكما يرى في منحرفة أهل العبادة وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لأن لا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوة الألوهية حتى قال رجل ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندى بل ما شاء الله وحده وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها لانهار والتعزير النصر والتوقير والتأييد قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فهذا في حق الرسول ثم قال في حق الله تعالى وتسبحوا بكرة وأصيلة وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثين موضعا من القرآن ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها ثم قال فقد بيّن الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتوقيره وتعزيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وإن ذلك من الحقوق وأخبر أن طاعته طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومبايعته مبايعته فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وفي الطاعة والمعصية قال ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله وفي الأذى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إياك نعبد وإياك نستعين ثم ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى ثم قال رحمه الله وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره إلى أن قال رحمه الله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلى أن قال فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذه لله وحده لا شريك له فالعبادة متعلقة بألوهيته والاستعانة متعلقة بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلاه ولا رب لنا غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره بل أكبر الكباهر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وخلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك أيها المستمع الكريم بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقات القادمة بإذن الله مع فتاوى أخرى من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه شكرا